السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد للحديث عن عودة البطولات الأوروبية وعودة محترفين إلى ميدين كورت القدم الأوروبية البداية بآدم والناس الذي عاد للمنافسة مع فريقه كورتوني وكذلك إسماعيل بناصر الذي عاد وعاد كأساسي مع فريق ميلوني الإيطالي وتم تعويضه أثناء هذا اللقاء وكانت لقطة كذلك في هذا اللقاء بينه بن إبراهيموفيتش إبراهيموفيتش الذي لام إسماعيل بناصر كالعادة إبراهيموفيتش يلوم كامل للعبين من المفروض أنه إبراهيموفيتش هو لاعب تجربة ولاعب تجربة خبرة بالنسبة للشباب يشجع الشباب ما يلومش الشباب في كل لقطة اللي نشوفوها في اللقاءات إبراهيموفيتش لام إسماعيل بناصر كالعادة مباشرة بعد هذه اللقطة تم تعويضه ولست أدري بيولي يريد الحفاظ والاحتفاظ وكذلك يروح بالعقل مع إسماعيل بناصر قلنا أنه عاد من إصابات خطيرة وصعبة العضالات صعبة إصابة تحوم ترجع ولذلك المدرب بيولي إريح إسماعيل بناصر كلما سمحت له الفرصة بذلك وفريقه تعادل تعادل والنتائج في الأوينة الأخيرة ليست النتائج التي بدأ بها فريق ميلون آسي لعب الآخر ونجم الكرة الجزائرية طبعا وقائل الفريق الوطني الجزائرية المحرز الذي دخل أساسيا في هذا اللقاء اللقاء مونشستر سيتي ولايستر سيتي اللقاء الذي انتهى بهدفين مقابل صفر الإصالح مونشستر سيتي بكل جدارة واستحقاق رياض محرز كانت له عدة فرص في هذا اللقاء وكان قادر يسجل على الأقل هدف أو هدفين ولكن ما سمحت لهش الفرصة باش يسجل لقطة الأولى كانت بينه وبين أقويره أقويره لي يعني نقوله جينا يعني محرز باش يضرب الكرة جيد يسجل الهدف كانت الكرة بينه وبين قلت أقويره هاد الفرصة ضيح رياض محرز واش مايشال يعرف كيفاش يخرج الكرة بالرجل اليمنى في آخر اللحظة وكانت هناك كذلك لقطات رايعة بالنسبة لرياض محرز بينه وبين دوبروين ولكن رياض محرز في كل مرة يضيع الهدف المحقق ما ليش ليكري ليسوليشون ويكري الفرص هو اللعب الكابير والديمن كان قدف ومرة تانية شميشل أيضا في شهد تاني خرج الكرة وكان كذلك لقطة بينه وبين دوبروين أعطاله يعني على طبق ومحرز كروز بزف لتيرتا وما سجلش معليش هذا دليل على أنه محرز راه دائما كما قلنا في مستوى الحمد لله نتمنىولو كل التوفيق في اللقاءات القادمة والمدرب خرجوا 14 حوالي 14 دقيقة قبل نهاية اللقاء خرجوا المدرب على بلكم بلي اليوم المدرب غورديو لريح بعض الكوادر ولعب بعض الكوادر ما حبش يضيع ويحب لي استاتيستيك حبش حب يربح وفي نفس الوقت حب يخلي وسط الميدان وكونسيلو وقوندوغان يخليهم في الاحتياط باش لأنه عنده لقاء يوم تولداء في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا يريد مواصلة المشوار والفوز في لقاء قلت ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا هذا اللقاء الذي سيقام يوم ثلثة إن شاء الله نتمنى أنه محرز يكون أساسي بما أنه خرجوا يريحوا يعني قليلا هذه هي اللقاءات التي تكلمنا عليها اليوم التي فيها محترفين وما تنسوا كان لقاء قبل قليل يعني أو بعد قليل على الساعة الثامنة لينا بتوقيت الجزائر التاسعة بتوقيت إنجليترا بين ليفربول وأرسونال اللقاء في القمة متبعة شيقة نتمنى لكم ويعطيكم صحة اللي بقيتوا معنا هذا زوهر عشر يحييكم إلى الملتقى دمتم في رعاية الله وحفظه سلام ترجمة نانسي قنقر